السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم متابعين في كل مكان. هنبدأ النهاردة مع بعض بي كونسبت وان بوينت تو. هنزاكل مع بعض لسنتو. ان شاء الله شرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو. لا اول مرة تشوفوا القناة ما تنساش الاشتراك في القناة. يلا مع بعض نبدأ. عنوان الكنسبت بتاعنا النهاردة. يعني الجسم كان نظام. تعالوا معايا في البداية. نبدأ بي. هل تستطيع امتشرة? شايفين معايا في البكتشر نمبر وان بيقولك ان فيها او او احنا عندنا نما بناخد امتحنات بتلاقي بعض مننا او الاغلب يعني تلاقي كده ايه يعني كده ضغط نفسه او الان بسبب ان هو يعني عنده امتحام او بيمتحن فتلاقي اعصابنا كده مشدودة. عندنا كمان في بيكتشر نمبر تو بيقول زي اللي هو العداء اللي هو يعني اللي بيجري يعني بيقولك بيقولك بيكون كده متوتر بسبب او اسناء يعني بيكون متوتر اسناء سباق الجاري. يعني ما انت تشعر بي بالعصبية او تشعر بيه. التوتر ده. عارف كده ان الهارت بيتس بتاعتك ضربات القلب بيحصل لها ايه? بيحصل لها انكريز. ليه? علشان انت نيرفز. علشان انت بتكون متوتر او بتكون الان. وانت بتجري وانت بتزاكر وانت عندك امتحان. اي حاجة من الحاجات دي كلها بتأثر على على نبضات القلب بتاعتك بيحصل لها ايه? بتلاقي جسمك كده لما بتتوتر وبتتعصر كده بتلاقي جسمك بيحصل له ايه? بيعرق. سويت بيعرق. وتلاقي في ناس كده بتقول ايه? ده انا حاسس كده في قلم في بطني او بطني واجعاني. واغلب الاولاد اللي بتوتروا وهم راحين الامتحانات هتلاقوا دايما اني بطنهم واجعاهم. بطنهم واجعاهم بسبب ايه? بسبب عندنا اللي هم عاملينه بسبب الامتحان. ضغط الامتحان ده بيعمل لهم ايه? بخلي بتاعتهم بيحصل لها انكريز. وكمان بيحصل عندهم ايه? فيل بيشعروا بتشعر بقلم في المعدة بتاعتك. يبقى بالتالي عندنا بسبب التوتر بتاعك ده حصل كل الحاجات دي. فبالتالي ان جسمك ده عايز اقول لك ان الجسمك كله ده كل جسمك ده هو السيستم اللي موجودة فيه سواء كان يعني انا هنا اتكلمت عن ايه? اتكلمت ان الولد ده نيرفز. الولد ده متوتر. يعني حاجة لها علاقة بالنيرفز سيستم. الجهاز الجهاز العصبي. وقلت لك ده هيقد انك انت تشعر بايه? بيبين بقلم في الاستومك بتاعتك. فده عندنا وقلت لك كمان اني تاعتك ضربات القلب بيحصل لها فبالتالي احنا دخلنا كمان في سيستم. فبالتالي انت عندك كام سيستم. شايفين كل دي بتأثر على بعضيها. بمجرد انت او واحد بيحصل له حاجة. تلاقي كل السيستمز التانية اتأثرت. ليه? لاني كل السيستمز بتشتغل مع بعضيها البعض. كلها كنزام واحد. بيقولك ازاي يعني الوظيفة جسمك كنزام. بيقولك ان احنا عندنا في جسمنا يعني انظمة مختلفة. قلنا كلها موجودة في جسمنا. بيقولك ايه? ان هي كل واحد منه طبعا بيؤدي ايه? كل واحد من اتكلمت عنهم من السيستمز دي بتأدي الى ديفرنت فانكشن. ديفرنت فانكشنز يعني وظائف مختلفة. اخدنا قبل كده بيعمل ايه? والسيستراتوري والسيستراتوري والنيربس. كل واحد بيكون ليه خاصة به. وحيث كلهم بتفاعلوا مع بعضهم علشان يشتغلوا او يتفاعلوا او كلهم بيعملوا بطريقة متكملة. زي ايه? زي قال لك كده عندنا التفاعل. شايفين من دلوقتي قلتلك ايه? قلتلك انت لما ضربات القلب بتاعتك الهارت بيجس دي بيحصلها فده عندنا سيتراتوري سيستم. وانت حصل لك ايه? او ضربات دي حصلت من ايه? بسبب انك انت بتوتر فده طبعا عندنا اللي هو نيرفل سيستم. فقادي نيرفل سيستم وقادي سيستم اشتغلوا مع بعضيهم ولا لأ? اه طبعا يا ميس حصل بتوين هما الاتنين. قلتلك ده عندنا لي علاقة بالنيرفل سيستم. وهارت بيتس ده عندنا كلهم مع بعض بيشتغل ولا لأ? اه يا ميس تمام. طيب ايه تاني? قلتلك بتوين سيستم والماسكولار سيستم. اه. عندنا كمان الجهاز الدوري والجهاز العضلي. لما انت بتكون متوتر او عصري كده اثناء انت ما بتلعب الرياضة او بتجري يعني. فالهارت والمسلز دول بيقولك ان هما بيشتغلوا مع بعض. فبيشتغلوا مع بعض علشان يساعدوك انك انت تجري اسرة وانك انت تفوز. فبالتالي عندنا المسلز دي ليها علاقة بالماسكولار سيستم. الجهاز العضلي او الجهاز الجهاز العضلي والسيكاتوري سيستم الجهاز الدوري اللي هي علاقة بالهارت بالقلب. تمام? طيب بيقولك هنا ايه? يعني الاستجابة للخطر. وده اكتيفتي نامبر الجهاز العصبي بيساعدك انك انت تتحرك ايدك اوي بعيدا. يعني الجهاز العصبي ده بيساعدك انك انت تتحرك ايدك بعيدا كده لما بتلمس اشواك حد او طبعا هقوله اجابة. على طول انا بحرك ايدي كده تلقائية او ببعد ايدي لما بستجيب الخطر او بحس في حاجة خطر. تمام? بسرعة بسرعة ببعد ايدي عن المكان اللي فيه خطر. فبالتالي هقوله اجابة true. number two all systems in the human body work together. كل الانظمة في جسم الانسان بتشتغل مع بعضها as one whole body system. كلها كان نظام واحد اطبعا هقوله true. يجي هنا يقولك how do your body systems work together in dangerous situations? ازاي اجهزة الجسم بتشتغل مع بعضها في المواقف الخطر. شايفين معايا البكتشر اللي قدامكم دي. الشكل اللي قدامكم ده عندنا الراجل ده اللي هو راكب الدراجر. شايفين معايا? بيقولك كل الاجهزة بتاعته طبعا بتشتغل مع بعضها. عشان تستجيب الخطر. عشان يواجه المواقف الخطر اللي بيحصل له. حصل ايه? قال لك دلوقتي الراجل ده ماشي بالدراجة بتاعته اللي هو ده اللي هو راكب الدراجة. فبالتالي هو ماشي يعني اتصدم بحاجة او شاف حاجة قدامه. المهم ان هو شاف خطر قدامه. على طول هيحصل ايه? طبعا هو شافه بهز ايس. بعنين? على طول المخ بتاعه هيبدأ يعمل حيتلقى معلومات من فين من الايس. هيبدأ ان هو تلقى معلومات من الايس بتاعته دي. ما هو عندنا تتابع مين? فاكرين لما اخدنا ان البرين ده عندنا جزء من او ده عندنا عضو من الجهاز العصبي. يبقى اول حاجة هو شاف بعنيه شاف الخطر بعنيه. على طول المخ استقبل معلومات من مين? من العينيه اللي شافته? من الايس. فبالتالي هو بيقول لك ان البرين ده هو جزء من النيرفين سيستم. تمام. خلاص دلوقتي ده عرفنا ان هو جزء من النيرفين سيستم. المخ دلوقتي خلاص المخ حصل استقبل المعلومات دلوقتي حيبدأ يعمل ايه? سيندس. حيرسل اشارة للقلب بتاعك. على طول هيحصل ايه? الهارت بيتس. ضربات القلب بتاعتك هيحصل لها هتبدأ ان هي تزداد. طيب وبعد ايه? هتجفع دم كتير. للعضلات. the heart and blood are parts of the circulatory system. شايفين معي? البرين بعد ما وصلت له او استقبل المعلومات. هيبدأ يعمل سيجنل اشارة طول الهارت. الهارت بيتس. ضربات القلب دي هيحصل لها انكريز. ولما يحصل لها انكريز هتبدأ تعمل بوش مور بلود. هتجفع دم كتير للميم للمسلز. فبالتالي احنا اتكلمنا عن حكتين? الهارت و بلود. فدول عندنا جزء من الشيكاتوري سيستم. شايفين? يبقى هنا عندنا نيرف سيستم. وهنا عندنا الشيكاتوري سيستم. طب نكمل. المخ برضو حيرسل اشارة. لميم للمسلز. العضلات. ذات كونتراكت. هيحصل لها ايه? كونتراكت. هتنقبض. وحتسمح لجسمك. ان هو يواجه الخطر. فبالتالي عندنا عندنا المسلز. المسلز دي. فهي جزء من الجهاز. ايه? عندنا ادي نيرف سيستم. وعندنا سيكاتوري سيستم. وعندنا سيكاتوري سيستم. يبقى انا عندي ايه? في في تفاعل ما بين اجزاء الجسم. النيرف سيستم. الجهاز العضلي. يبقى عندنا كلهم بيكونوا ايه? are important in dangerous situations. كلهم بيكونوا مهمين في المواقف الخطر. ان هما كلهم work together. او interaction between each other. او ان هما كلهم يتفاعلوا بين بعضهم لبعض. اه هلا بيقول true or false the brain and the heart are from parts of the nervous system. المخ والقلب من اجزاء النيرف سيستم. لا هقوله اجابة false. اني عندنا البراين اه? لكن الهارت تبعي السيكاتوري system. interaction between body systems are important in dangerous situation. تفاعل بين آآ آآ انزمة الجسم بيكون مهمة في الاستجابة للخطأ. هقول في استجابة للخطر. طبعا هقول له اجابة true. تمام? آآ اللي بعده اكتيفتي number three. بتكلم عن what do you already know about the body as a system? ايه اللي انت بالفعل تعرفه عن الجسم كان نظام. يقولك ان احنا تعلمنا قبل كده في الانشطة اللي قبل كده اللي اخدناها. ان كل سيستم زي ما قلنا كلام بيكرروا. ان هو كل السيستم يعني بتفعل وتشتغل مع بعضيها. يعني بتطريقة يعني بتكون متكملة. طيب تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف ازاي ازاي كل واحد فيهم بيعتمد على التاني في بتاعتم. قالك ان ده بيعتمد على ايه? على وعلى عشان يقوم بالوظيفة بتاعتم. ازاي يا ميس? ما احنا قلنا ان خلايا العصبية دي الموجودة في مش عندنا ده في عندنا خلايا عصبية الخلايا العصبية دي محتاجة ايه? محتاج عناصر غزائية عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها. ما اي عندنا لازم يكون متوفر لها او هي تحتاج عناصر غزائية. دي بتوصل من فين? بتوصل للجسم. ما هو عندنا النوترينز دي موجودة فين? موجودة في الفود في الطعام. يبقى احنا عندنا الخلايا العصبية. محتاجة ايه? محتاجة النوترينز. والنترينز دي عبارة عن ايه? عبارة عن فود. والفود ده بيكون لي علاقة بايه? ليه علاقة بالجهاز الهضمي. النوترينز دي العناصر دي بتنتقل لمين? للخلايا العصبية دي. طب بتروح لها من خلال ايه? بتروح لها من خلال الدم. والدم ده لي علاقة فين? او موجود فين? موجود في السيكولاتوري سيستم. تمام? شايفين? ايدي عندنا النيرفز والسيكولاتوري والدرجستر. قلت لك النيرفز ده عبارة عن خلايا عصبية. محتاجة النوترينز. النوترينز دي النوترينز دي الليها علاقة بالضعام اللي بيكون مهضوم. وده بيتم عن طريق الجهاز الهضمي. وبعدين النوترينز دي العناصر الغذائية دي بتمشي عن طريق ايه? بتمشي عن طريق بلد. اللي هو الدم. والدم ده علاقة اللي بيقى. والدم ده بيكون في في السيكولاتوري سيستم. فبالتالي عندنا الدرجستر سيستم والسيكولاتوري سيستم بيعتمدوا على ايه? على النيرفز سيستم. عشان يقوموا بالفانكشان بتاعتهم. النيرفز سيستم ده كنترولز زا ماسيكولز اف السطومك. النيرفز سيستم ده بتحكم في ايه? في العضلات بتاعت مين? بتاعت السومك. المعدة الموجودة فيه? في الدرجستر سيستم. وكمان العضلات بتاعت القلب اللي موجودة في السيكولاتوري سيستم. عرفنا دلوقتي ازاي مع بعض كل السيستم. بتشتغل مع بعضيها او بتفاعل كل منهما الاخر. عشان تلتقط يعني زجاجة من المية. من اول حاجة بيشوف المكان بتاع الزجاجة طبعا عندنا الايس اللي هي العينين. وبعدين وبعدين عندنا المخ بيبدأ انه بيحدد يعني انك انت محتاج تحرك او ترسل التعليمات للمصز العضلات وبعدين الهارت التاعك اللي هو القلب بيبدأ ان هو يعمل بامب بيضخ مور بلد دم كتير عشان يعني يغزي العضلات اللي محتاجة حركة. بعدين العضلات اللي موجودة في الارم في زراحك يعني محتاجة او بتعمل محتاجة ان هي يعني اه تنقبضة عشان ان هي يحصل لها او تحرك يعني الزجاجة المية. بس كده خلاص كده ده عندنا ده السنة النهاردة الدرس سهل جدا وبسيط. اتمنى لكم التوفيق والنجاح برجاء ان تعملوا لايك في الفيديو. باي باي